موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الهوفينغتون بوست التي نشرت مقالاً للورنا بيرني بعنوان هكذا يمكن أن تؤثر سوريا على مستقبل الإنسان يا جافي يعرض علي دائماً صور حشود من الأطفال آلاف وألاف منهم يتجولون متشبثين ببعضهم البعض حائرين لا يضركون كيف قتل آباءهم وكيف دمرت بيوتهم وكيف أن حياتهم في خطر إني أرى أن الأطفال يتعلمون الكراهية والانتقام أنا أتحدث هنا عن سوريا بعض الأشخاص سألوني لماذا أهتم إلى هذا الحد بسوريا لماذا ليس أوكرانيا أو جنوب السودان أو أي أماكن أخرى تحصل فيها الفضائع لا أعرف تماماً كل ما أعرفه أنني أخبرت أن سوريا تشكل نقطة محورية لمستقبل العالم إنني أرى ما يمكن أن يحصل ما لم يحل الوضع في سوريا وأرى كيف يمكن أن يتطور صراع كبير وكيف يمكن أن يقود إلى خسائر فادحة في الأرواح حول العالم وما هي العواقب التي يمكن أن تؤثر علينا جميعاً كما أرى الناجين من المشاعر الإنسانية مثل اليأس والغضب التي لم نقم نحن كشعوب العالم بما يكفي لنزعفة للأزمة ولم يقم زعماء العالم وسوريا بما يكفي لوقفها والناس في العالم مشغولون جداً في حياتهم الخاصة بحيث لا يقفون لتحقيق هذه المطالب فإن على قادتهم أن يتحركوا لفعل شيء ما إلى جانب رؤية اليأس هذه أرى أن هناك مستقبلاً بديلاً مفعماً بالأمل كما إني أرى أنه إذا استمع العالم وقام بالأمور الصحيحة فإن حل الصراع في سوريا يمكن أن يغير عالمنا إلى الأفضل أدرس المستفادة من حل الأزمة السورية يمكن أن تقدم لنا نموذجاً جديد للسلام في عالمنا ويمكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يحل فيها السلام بهذه الطريقة ويمكن أن يقود إلى طريقة جديدة لحل أي صراع ولكن لم أتبين كيف يمكن لهذا الأمر أن يبدأ دون أن يكون لأمريكا دور رئيسي وكيف أن على الرئيس أوباما أن يقف وأن يكون لديه الشجاعة الكافية ليظهر القيادة الحقيقية أتصور أن أولئك الذين لم يتعرفوا علي من قبل سوف يقولون من هي هذه المرأة؟ من تظن نفسها لتتكلم بهذه الطريقة؟ أنا مرأة عادية وغير مثقفة وأم وأرملة لكن من الصعب جداً علي أن أجلس جانباً وأنظر إلى العالم وهو في طريقه إلى الدمر لن أتوقف برغم كل هذا وسوف أستمر في استخدام كل نفس أملكه وكل فرصة تتاح لي لنشر هذه الرسائل لن أستسلم مطلقاً جميعنا بحاجة لنصلي لإيجاد حل الحرب في سوريا ومع ذلك لا يمكن لنا أن نكتفي بالصلاة علينا أن نقف ونطالب بأن يتحرك قادتنا كما يتوجب علينا دعم جميع أولئك الذين دمرت حياتهم بسبب ما حصل حتى الآن نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط حيث كتب بكر صدقي مقالاً بعنوان من له بإسقاط النظام السوري؟ قال فيه حين اندلعت الثورة الشعبية في سوريا بدأ أن مروحة واسعة من القوى لها مصلحة مؤكدة في إسقاط نظام الأسد فهذا الكيان المنغلق الذي جثم على صدور السوريين وشعوب الدول المجاورة طوال واحد وأربعين عاماً لم يعد مقبولاً وفقد كل مبررات وجوده في عصر ما بعد الحرب الباردة وبت عقبة أمام انفتاح التاريخ الوطني نحو أفاق من التطور الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وإذا كانت مشروعيته الشكلية سقطت منذ لحظة التوريث عام 2000 فقد كان على السوريين انتظار انطلاق ثورات الربيع العربي لينضم إلى قطار التغيير هذه اللوحة المتفائلة لم تستمر طويل فقبل اكتمال العام الأول للثورة كانت منظمة القاعدة قد تسللت إلى بعض المناطق ومع ظهور منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشم بلغت العدمية ذروتها فنسي الناس شعار إسقاط النظام وأخذوا يواجهون الخطر الجديد المتمثلة بدكتاتورية دموية بدائية لا تحمل أي هم وطني ولهي مندرجة أصلا في التاريخ المعاصر إن القوى السياسية المتقادمة التي تشكلت منها هذه المعارضة حظيت بفرصة ذهبية وهي الثورة للقيام بدور سياسي كبير يجب تاريخ عطالتها القصرية طوال عقود لكنها أهدرتها بخفة من حجم الفرصة ذاتها وباتت اليوم عبءا على الثورة الوطنية بدلا من أن تشكل عقلها أو ذراعها سياسية على الأقل تأخر هذه المعارضة في تشكيل إطار سياسي نجمعها نحو ثمانية أشهر كان نذيرا شؤم ستتضح أبعاده في الأشهر والسنوات التالية ما يسمى بمعارضة الداخل ليست في حال أفضل كما قد يهم النقد أعلى لمعارضة الخارج ففي خطها السياسي الذي ينظر بعين الود إلى نوع من الحل الوسط مع النظام اكتفاء متواضع بمخرج وهمي ينهي الصراع ويبقي على النظام على أمل مشاركته في الحكم من موقع الشريك الصغير الأمر الذي لا يتوافق مع هدف النظام وشركائه الإيرانيين القائم على سحق الثورة بما في ذلك المعارضة المعتدلة التي تمثلها أطر من طراز هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة لن يعود السوريون إلى بيت الطاعة الأسدي مهما تعظمت التضحيات بل بسبب ارتفاع التكلفة هذا ما يشكل برغم كل المعيقات المذكورة أعلى روح الثورة الوطنية السورية التي وحدها لها مصلحة أكيدة في إسقاط النظام وإقامة سوريا الجديدة سيأتي حين تتلاقى فيه روح الثورة هذه مع إرادة دولية تأخرت كثيراً لإنهاء المأساة السورية وحينها سيسقط مع النظام أمراء الحرب والجهاديون والمعارضون الذين انتهى دورهم نواصل مع صحيفة الحياة حيث نشرت مقالاً لبدر الراشد بعنوان قومي بشار الأسد قلفي لكل توجه فكري سرديته حول ما يحدث في الوطن العربي ولسيما سوريا هذه السردية تكشف انحيازاته وقناعته وتوضح منطق الخطاب الذي ينطلق منه لتقويم الأوضاع السياسية في عالم العربي يعيش مخاضاً لم ينتهي بعد ضبابية الوضع في العالم العربي وكون رياح التغيير التي هبت في 2011 لم تؤتي أكلها بعد يعطياني الجميع إمكان بناء سردياتهم وتأويلاتهم على ما يحدث من دون الحاجة إلى مزيد جهد قراءة ما تخفي هذه السرديات وتضبر أهم من قراءة ظواهرها وما تنطق به وهنا أتحدث في هذا السياق عن أخاص يحملون شعارات القومية العربية ومصالح الأمة والممانعة للمشاريع الصهيونية لكن مضامين خطابهم تحمل تمجيداً للاستبداد والطغيان والشمولية السياسية التي انتهجها طغاط من حافظ الأسد إلى ابنه بشار مروراً بصدام حسين يرى قومي بشار الأسد أن الربيع العربي آمل حقيقي بالتغيير وأن هذه الجماهير خرجت بمحض إرادتها بحثاً عن عدالة وحرية تأخرت عقوداً وهبتها تمثل احتجاجاً على الهيمنات الأجنبية على المنطقة من أجل استقلال السياسي وحرية تقرير الشعوب لمصيرها إلى هنا تبدو السردية فاتنة لكن الإشكال الأساسي ليس فيما تظهره سردية قومي الأسد وتحمله من لافتات بل فيما تتجاهله حينما تأتي عند محاك سوريا هنا يتغير كل شيء فالربيع العربي عندما يصل إلى سوريا يتحول إلى مؤامرة صهيونية دولية على نظام الممانعة وتتحول الساحة السورية إلى ساحة حرب أهلية وتهديد للأقليات وهدم لجيش عربي باسل لم نرى بطولاته إلا في تدمير حما وحمص في الثمانينات أو ثلاثة أرباع سوريا اليوم فجأة يتحدث قومي الأسد عن المؤامرات وخيالاتها لتفسير كل ما يحدث على أرض سوريا يتحدث قومي بشار الأسد عن الأزمة السورية لكنهم يتجاهلون أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لطغيان عائلة الأسد عبر عقود من حكم دمشق بالحديد والنار يتجاهلون أن من أشعل الثورة هو النظام الذي عذب أطفال درع وأهان شيخها وهو النظام ذاته الذي دمر حماته وحلب في الثمانينات والذي لم يعرف غير لغة البطش الأمني والمخابراتي يتحدث قومي الأسد عن التدخل الخارجي في سوريا يتحدثون عن الناتو وأمريكا وتركيا ودول الخارج العربي لكنهم لن يتحدثوا ولو تلميحا عن التدخلات الروسية الإيرانية التي لولا دعمهم السياسي والعسكري لما صمد نظام الأسد كل هذه الأعوام سيؤكد قومي بشار الأسد طائفية الثورة السورية وتهديدها للأقليات ويطرحون الأسد حاميا للمسيحيين ودروزي والعلويين والشيعة لكنهم يسكتون عن قتل الغالبية السكانية السنية من الأسد وجيشه وشبيحته لا يمكن فهم الفكر القومي المعاصر إلا بالنظر إليه فكرا متعددا كالليبرالي والإسلامي هنا سنجد القومي الشوفيني البحث عن دولة شمولية وزعيم أوحد مخلص يصفق له ونجد الديمقراطي الذي يبحث عن دولة عدل وحرية ويرى أن للشعوب حق تحديد مصيرها من دون فرض كما تتعدد خيارات الليبراليين والإسلاميين وغيرهم مشاهدين الكرام ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء حيث كتب غسان مفلح مقالا بعنوان إرم السوريين في البحر قلفي الدولة أهم ما في تأسيسها أنها مرجعية مواطنها لكن عندما تغتصب الدولة رمزيا ووظيفيا من قبل السلطات فاسدة وفاشية كنظام الأسدي يصبح الانتماء لهذه الدولة انتماءا للقاتل لأنه جعل من الدولة جهازا يدافع به عن فساده عندما خرج الشعبنا بثورته من أجل حريته أراد إعادة الاعتبار لسوريا الدولة والتخلص من سوريا الأسد سوريا الأسد تعني سوريا هدك كل المرجعيات الوطنية تعني البحث عن مرجعيات جديدة خاصة بعد كل هذا القتل والدمار من وقف مع الأسد كانت مرجعيته أل الأسد مرجعيته القتل والفساد والشرخ الوطني لكن ما حدث للثورة والموقف الدولية وعوامل أخرى جعلت صورة الشعب مبعثرة لأن تمثيلاته السياسية والعسكرية تبعثرت لم تعد جحافل الولي الفقيه تشكل خطرا على إسرائيل والغرب لماذا؟ ببساطة لأنها تقتل الشعب السوري وتدمره بالعكس يحاول أوباما احتواء الولي الفقيه لكي يحتوي معه كل أتباعه في العالم ولسان حاله يقول اقتل بالشعب السوري كما تشاء لكنك ستسلم النووي وستصبح واحة للهيمنة الأمريكية على المرجع الأول للشيعة في العالم من الطبيعي أن يكون حجم الضحايا وأعداده من السنة السوريين أكبر بكثير من بقية الشعب السوري ولماذا هذا السيناريو؟ لأنهم أكثرية موضوعية لو كانوا الأكثرية موضوعيا من دين آخر أو طائفة أخرى لتم قتلهم كما يحدث الآن الأمريكان ومعهم هذه البنية العميقة للغرب لم يتبقى في جعبتهم من خطابات وأكاذيب سوى أن يرفعوا شعارا عالميا لإفشال الثورة ومكافحات الإرهاب ارمو الشعب السوري في البحر الثورة فتحت أفقا لن يستطيع ألو الأسد إغلاقه ولن تستطيع معه البنية العميقة للغربي إغلاقه بغض النظر عن مهاتراتنا لفضل الثورة السورية نحن مقبلون على نظام إقليمي جديد لم تتضح معالمه بعد نظام إقليمي سيكون لحرية شعبنا دور فيه إلا إذا أرادوا تقسيم سوريا وهذا الأمر يدخلهم في تعقيدات لا يريدونها على تيار الإسلامي السوري أن يقطع مع المرحلة السابقة أليس نموذجكم أردغان؟ حسناً كونوا مثله نتابع مشاهدين الكرام مع صحيفة العهد حيث نشرت مقال النجوى الشبلي بعنوان الثورة والمجتمع السوري قالت فيه بعد فك الارتباط مع مصر في وحدة لم تعمر طويلاً بسبب ممارسات استبدادية مرسها حاكم مصر أنذاك لم تجد قبولاً لها عند السوريين واستطاع حزب البعث العربي الاشتراكي الوصول إلى حكم سوريا عبر انقلابات متتالية خططت لها الدول الكبرى بعد سيطرة الفكر القومي وفي غفلة من الأكثرية السنية ليصل آل الأسد وبعد هذا كله وفي نهاية المطاف إلى حكم سوريا واستطاعت معه الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الحكام الجدد أن تسيثر على أغلب مرافق الدولة ولعل أهمها الجيش والأمن لعل أوضح ما أحدته النظام الطائفي في المجتمع السوري هو تغيير كثير من المفاهيم التي تعرف عليها أبناء هذا الشعب على مدى التاريخ والأجيال فساد الغش طمعا في المربح تحت مسمى الشطارة وسادة الرشوة التي أصبحت في هذا الزمن إكرامية أو هدية وانتشرت الواسطة تحت ما يسمى الأقربون أولى بالمعروف وعمل أصحاب نفوذ والأطمع على الاستعانة بالأمن لأكل أموال الناس وحقوقهم ودخلت إيران بثقلها لتغيير عقيدة الناس بعد إفراغ العقول والقلوب من كل ما يمت إلى الإسلام الحقيقي بصلة أما الكارثة الكبرى أن تلعب أجهزة الأمن التي استنزفت أكثر ميزانية الدولة دورا في بعث الخوف في قلوب الناس حيث أصبح الأخو يخشأ أخاه ويمتنع الناس عن التعبير عن معاناتهم لأن الحيطان لها أذان كما يقولون ألم يكن من المتوقع أن تستمر الثورة التي كانت كاملة في نفوس الناس وظن الحكام الطائفيون أنهم استطاعوا تثبيت دعائم حكمهم عندما قتلوا أكثر من أربعين ألفا في مدينة حما واعتقلوا عشرات الآلاف في المدن الأخرى لقد شاء الله لهذه الثورة أن تنهض من جديد وأن يدفع الشعب السوري ثمن أكثر من خمسين عاما من الصمت والخوف أضعاف أضعاف ما دفعه في ثمانينات القرن الماضي وشاء الله لهذه الثورة أن تمتد زمانيا ومكانيا وتنفوض الغبار عن الوجه الحقيقي لشعب كتب أول أبجدية في التاريخ وهزم المغول والصليبيين وكان من المتوقع أن يبني حضارة عظيمة لو لم أمرة الدول الكبرى عليه السوري بطبعه يتميز بالإصرار والدأب ولن يقبل أن تتوقف ثورته إلى أن يصل إلى مبتغاه من هذه الثورة إن هذه الثورة قامت بأمر من الله وستستمر بتأييد من الله لها فالملائكة باصطة أجنحتها على الشم ولابد من التضحيات نتابع المشاهدين الكرام مع موقع كلنا شركة حيث نشر مقالة لطرفة بغجاتي بعنوان انتخابات الرئاسة في سوريا مسرحية هزلية ومصاب جلل قالفي اعتباره وتوصيف الانتخابات الرئاسية السورية المرتقبة بأنها مسرحية هزلية طرفة صحيح بلا شك ولكنه يحمل في طياته تخفيفا من حقيقة الأمر الذي نواجهه لماذا؟ لأنه وفقا لهذا المنطق يمكن أن يقال على سبيل التعميم بأن كل الانتخابات في سوريا ومنذ أكثر من نصف قرن ليست إلا مسرحيات هزلية وإذا نظرنا إلى كثير من دول المنطقة والعالم فكم من انتخابات جرت وتجري تستحق لقب مسرحية هزلية وبكل جدارة وبذلك يمكن من خلال هذا التوصيف مقارنتها بغيرها فتكون الانتخابات في سوريا حلقة في سلسلة متتابعة وواحدة من مسرحيات كثيرة تجري في جميع أنحاء العالم ولكن الأمر مختلف جدا في الحالة السورية إذ أن المشكلة تكمن في أنه في هذه الانتخابات تمديد للتمثيل العالمي الرسمي لسوريا من خلال النظام فكل صفقات الأسلحة مع روسيا وإيران وغيرها ستكون صفقات شرعية من ناحية القانون الدولي سواء أعجبنا ذلك أم لا وستبقى سوريا ممثلة في المنابر الدولية عبر النظام لهك عن التمثيل عبر الدبلوماسية العالمية عن طريق السفارات والسؤال المهم في هذه الحالة هو ما الذي يمكن عمله؟ إذ من الضروري تقدم أوراق عمل وفيما يلي بعض الاقتراحات أضعها بين يدي من يستطيع إيصالها سوريا وعربيا وإقليميا ودوليا أولا اعتبار الانتخابات والتمديد المتوقع لبشار الأسد حسب دستوري 2012 انتهاكا صارخا للقانون الدولي وذلك لمخالفته الصريحة بل والصارخة لجنيف واحد الذي ينص على هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وهذا ما يتعرض مع صلاحية الرئيس حسب دستوري 2012 ثانيا إعادة العمل بشكل مؤقت إلى دستوري 1950 لفترة انتقالية أقصاها سنة وذلك لكونه الدستور السوري الوحيد بعد الاستقلال الذي وضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا مع المعرفة المسبقة ببعض التحفظات على هذا الدستور ولكونه دستورا يمكن أن يتوافق مع هيئة الحكم الانتقالية حسب جنيف واحد ويشكل بذلك قاعدة متوافقة مع قرارات مجلس الأمن ثالثا تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها قوات الأمن والجيش والبداية الفورية في عملها حسب سلم أولويات الخطوات القادمة مثل الإفراج عن المعتقلين وإعادة المهجرين وإغاثة الملهوفين والتحضير الانتخابات ديمقراطية لمجلس تأسيسي قد يقول قائل وله كل الحق في ذلك أهذا همكم الآن بينما يقضي أهلون لياليهم وأيامهم تحت القصف والبراميل المتفجرة ويعانون التهجير والاعتقال والتعذيب والجواب هو أن العمل على صياغة أفكار لإنقاذ هذا البلد الجريح لا يتعرض البتة مع العمل بشتى السبل على كل ما يؤدي إلى إيقاف معاناة هذا الشعب فهذه لا تلغي تلك نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة حبر مقال لتسنيم حلب بعنوان أطفالنا من رحم الأمهات إلى مقدمة الجبهات قالت فيه في عالم الأجنة خلقوا إلى عالم الكائنات الحية انتقلوا وبأول صرخة صرخوها عذبوا وأول نظرة نظرها صمدوا لم يدروا ما الذي يدري من حولهم خيالة تترى أمامهم وأصوات تتهادى إلى أذنهم فتقول الأم لطفلها بصوت مرتجف وفي عينها دمعة حارقة أهن يا ولدي إلى أين أتيت وماذا سوف يحل بي وبك هل أراك أمامي شابا يافعا أمتع نظري بك أم أن عيوني سوف تنام قبل ذلك لكن أسألها أنت ناما هي قبل أن أرى عيونك أنت هي التي تنام هكذا هي حياة أطفالنا يملأها الخوف والعذاب وعدم الإدراك فهؤلاء الأطفال لم تشفع لهم براءتهم وطفولتهم من أن يكونوا هدفا مباشرا لهذه الحروب حيث إنهم نالوا نصيبهم من كل شيء وحرموا كل شيء لعبوا كل الأدوار وانتقلوا من وضع المسؤول عنه إلى وضع المسؤول فتراهم أكبر من عمرهم وترى بأنه أصبح لزاما عليهم أن يعيشوا في ظل هذه الأوضاع القاسية المحيطة بهم والمفرضة عليهم فهذا الفرح عند دخول للمدرسة والخروج منها بات حلما صعب المنال حلما يشتقون إليه ويحنون له فهم قد تركوا مقاعد الدراسة وانتقلوا إلى أرصفة الشوارع لبيع ما تيسر لهم من السلع في سبيل تأمين لقمة العيش لهم ولأهلهم وأخرون منهم يعملون بالحرف الصناعية كالحدادة وميكانيك السيارات ذلك العمل الذي لا تقدر بنيتهم الجسدية على تحمله لكنهم يعملون بجد عزمين على المضيبه علمين بمن ينتظرهم ينتظرهم أب قد أصبته إعاقة أجلسة عن عمله أو أم ترملت ولديها أطفال كثر وتعتمد على طفلها كمعيل لها باعتباره الأكبر بين إخوته رغم صغر سنه وما يحزنك أكثر مشاهدة آخرين من هؤلاء الأطفال قد انتشر بين حاويات القمامة وأكوامها يحاولون انتشال ما قد ينفعهم منها لكن ما إن يسمعوا صوت طائرة أو قذيفة حتى يولوا هاربين خوفا وفزعا تركين وراءهم كل شيء لا يحملون سوى دمعة بريئة فاضت بها عيونهم الصغيرة وقلبا أصغر امتلأ رعبا مما حوله ومع ذلك ما هي إلى ساعة قصيرة وينسون ما حصل ويعودون لما هم عليه متحدين بعزيمتهم وإرادتهم الطاهرة والناعمة كل ما يعتريهم من ظروف فهم شباب الطفولة وثورتها هذه الطفولة التي أضحت متقلبة من حين إلى حين فتراهم هم أطفال ببراءتهم ونعومة أظفارهم واحتياجهم الدائم للدفء والحنان والاستقرار وتارة أخرى تراهم شبابا يطمحون لتحدي المستحيل بأفكارهم التي تراودهم فهذا العقل الطفولي قد تحول إلى عقل ناضج ثائر محب للثورة ومحب للثأر ممن قد حربه أهله ووطنه فتشاهدهم في المظاهرات مرفوعين على الأكتاف يرددون بأعلى الأصوات الله أكبر هم بلابل الثورة بأصواتهم ووقودها بأفعالهم إلا أن حضورهم هذا في قلب الحدث جعله يأخذ منحا حزينا لأنهم نالوا نصيبهم من الخوف والتعذيب والقتل إضافة للدمار الذي طال سكينة بيوتهم فهذه القذائف قد اخترقت جدران بيوتهم وجدران عقولهم أيضا محطمة أحلامهم الطفولية مقططعة منهم أحد الأعضاء كالرجل أو اليد أو فقدان إحدى الحواس كالبصر أو السماء فبأي ذنب أو فعل اقترفوه حتى يحصل ما حصل ألي أن لهم الأولوية في أن يكونوا دروعا بشرية أم لتحطيم جيل الثورة والانفتاح كل هذه الأمور لن تثني عزيمة أطفالنا عن إكمال طريقهم نحو المستقبل والنصر بل وسيبقون تلك الورود الجورية المزهوة بجمالها والتي تخز بأشواكها المختبئة فيها من يحاول الاقتراب منها واقتلعها ولو اقتلعت بالقوة فسوف تزهر عوضا عنها ألف ألف وردة تنشر عبقها وريحها وتقول نحن باقونا صامدون بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة